تاوى اللياقة البدنية فساعتها الناس كلها هتروح للتخصص المتخصص فين مش لقينه فبيسأله السؤال ده لكن أمير قال إنه مدام الراجل مش عايز فأنا مش هجيب له بشكل تلقى النقطة التانية اللي قالها أمير مرتضى منصول هي نقطة شيكابالا وهي تيشيرت شيكابالا أنا مبارح هيتسألت السؤال ده مش على الهواء يعني لكن وأنا بتفرج إنه هل عادي إنه شيكابالا يكتب اسم آدم كتب اسم ابنه فهل كمبارارة اسمية في أي لوائح بتمنع اللاعب من أن يحط اسم غير اسمه هو أصلا شيكابالا ما اسمه شيكابالا اسمه محمود عبد الرازق وشيكابالا ده اسم يعني النكنين بتاعه فأمير مرتضى منصول نهار ده قال إن اللوائح بتقول إنه كل اللاعب لازم يقايد باسمين اسم جواز السفر بتاعه والاسم الثاني اللي هو اسم الشهرة اللي هو زي مثلا شيكابالا زي مثلا جباسكي لكن دلوقتي شيكابالا حط اسم ثالث وبالتالي ستطبق عليه اللائحة الداخلية هيغرم من جانب الزمالك ليه أعتقد بسبب إنه هيغرم الزمالك بسبب التيشرت ده لكن إحنا دخلنا نورده على لائحة تيشرتات اللاعبين ولقنا إنها كلها مفيش حاجة بتتكلم على أسماء اللاعبين أساسا فممكن تكون في لائحة مرسلة إلى الأندية يعني مثلا البنود اللي قدام حضراتكم دي البندل الأولاني بتكلم إن كل اللاعب لازم يكون عنده الألوان بتاعته كل نادي يعني يكون عنده ألوان تيشرتات بتاعته وإنه بناءً على رأي الحكم الألوان اللي هيلبسها الفريق تكون متحددة ورقم ثلاثة بيتكلم على إنه لو بتلعب في أرض محيدة في قرعة هتتعمل عشان يتحدد التيشرتات اللي أنتو تلعبوا بيها ورقم أربعة بيتكلموا على إنه لازم يكون عندك تيشرتات بديلة علشان لو احتاجنا الألوان خلال المباريات اتكلموا كمان في الرقم خمسة على إنه الأرقام على تيشرتات اللاعبين لازم تكون ما بين رقم واحد وثلاثين وإن هي لازم تكون متحددة بالأرقام ما ينفعش تيشرت يكون مش مكتوب عليه رقم رقم ستة بيقولوا إنه لازم على مستوى بقى الإعلانات اللي على تيشرتات تكون بالاتفاق وإن هي تكون غير مخالفة حتى لقوانين الدولة اللي بتلعب فيها المباراة رقم ساوع بيتكلموا على إن الفريق اللظيف لازم يكون عنده يعني نوعين من التيشرتات ويكون معلن عنهم وأخيرا الرقم الأخير ده أنه هو برضو فكرة اللوائح تكون يتم التعامل معاها وإن هي تكون واضحة فيما يخص أسماء اللاعبين يعني أرقام اللاعبين وإن هي تكون يعني بتطبق اللوائح يعني لكن هل ده معناها إنه دي مخالفة أمير مرتضى منصول بيقول كده أكيد مش هيقول كده وهيعقب لعبته من غير ما يكون حاجة مبعوثة إلى المسؤولين على أي حال يعني أهم حاجة أن هي بعيدة عن نتيجة المباراة يعني دي أهم حاجة طبعا النادي الأهلي